السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك قال صلى الله عليه وسلم دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه كسور الشام دعوة أبي إبراهيم متى كانت هذه الدعوة وأين كانت ولمن كانت كانت هذه الدعوة بعد أن رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت وإسماعيل وأين كانت كانت أمام بيت الله الحرام وكانت هذه الدعوة لأمة المسلمين تلك الأمة المباركة قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذرية إسماعيل عليه السلام يتلو عليهم آياتك كما أنزلت فيقرؤوها باللفظ ويحفظوها ويحفظوها لغيرهم ويعلمهم الكتاب وهو الكرآن الكريم والحكمة وهي السنة النبوية المشرفة ويزكيهم ويطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق ويربيهم على الأعمال الصالح إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء والقاهر لكل شيء الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها والحكيم فيما يشرع وفيما يأمر وفيما ينهى وفيما يقول كلمات قليلة ومعاني فياضة وجليلة تألق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأتقن فن الدعاء لم ينسانا أبدا في دعائه ولم نخفل أبدا عن ذكره في صلاتنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم فيهم تشمل الأمة الإسلامية والعرب وأهل مكة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم لماذا منهم وليس من غيرهم منهم فيعرفوا شرفه ونسبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته معروف في مكة بالصادق الأمين ومنهم حتى يكون شفيقا بهم وحريصا على هدايتهم ومنهم فيتحدث إليهم بلسانهم ولغتهم فيفهموا قصده بسهولة وكان صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب من أمة أمية ولكن من علمه هو الله عز وجل قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أمي لم يتعلم على يد البشر ولكنه عالم في أعلى درجات العلم الإلهي ويا له من فضل عظيم أن بعث فيهم رسولا منهم فأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان ربنا وبعث فيهم رسولا منهم كما بعثتني رسولا وهذا أوضح دليل على أن ملت جميع الأنبياء واحدة وهي الإسلام يتساءل فضيلة الشيخ الشعراوي لماذا يحسدنا اليهود على محمد صلى الله عليه وسلم فإن كان أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فإن محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام والحقيقة أنكم أيها اليهود لما ظلمتم في الأرض سلب الله منكم النبوة ووضعها في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم وسبق وأن قال لا ينال عهد الظالمين ولاحظ معي دقة اللفظ القرآني قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم أي فيهم وفي غيرهم من الإنس والجن ولم يقل ربنا وابعث لهم فتكون الدعوة خاصة لهم فقط ربنا وابعث فيهم رسولا منهم جاء رسول صلى الله عليه وسلم في دعاء سيدنا إبراهيم غير معرف وظل كذلك حتى أتى سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وقال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يتلو عليهم آياتك فيقرؤوها كما أنزلت وقرأها جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم ونجد أن آيات الكرآن الكريم زاخرة بدلائل الوحدانية ودلائل وجود الله ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويكفي أي إنسان منصف أن يسلم مباشرة فور أن يستمع ويتلو آيات الكرآن الكريم وكم رأينا من أمثلة في أوروبا وأمريكا وغيرها وكم نحن مخصرون في تلاوة الكرآن الكريم وكم نضيع من الثواب العظيم فلنستدرك جميعا ما فاتنا ولنتمتع بقراءة الكرآن الكريم ويعلمهم الكتاب والحكمة والكتاب هو الكرآن الكريم والحكمة هي السنة النبوية المطهرة فيتعلمون ما فيها من معاني وأوامر ونواهي ومواعظ ونجد أن السنة هي شقيقة الكرآن والمتممة والمكملة والمفسرة له وبأي حال من الأحوال لا يمكن أبدا فصل الكرآن الكريم عن السنة لأنهما معن مصدران للعقيدة والشريعة والأخلاق والفضائل والمعارف والعلوم الدينية والدنيوية بعض الناس تظن أن السنة محصورة في الأحاديث النبوية الشريفة ولكن السنة الشريفة أشمل من ذلك فالسنة هو كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أو ندب إليه قولا أو فعلا وتشمل السنة الشريفة أيضا ما رضي عنه من أصحابه وقابله ولم ينكره والخلاصة أن السنة النبوية المطهرة هي جميع تفاصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدءا من مولده وحتى وفاته ونجد أنه من أوجه قوة وثراء اللغة العربية هو تعدد المعاني للكلمة الوحدة وعندنا على كده مثال الحكمة فإذا جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب فيقصد بها السنة الشريفة وإذا جاءت منفردة فلها أكثر من معنى قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة ومعنى الحكمة الفقه في الدين والإصابة في القول وسلامة العقل ولننتبه جميعا ولأولادنا من طائفة تظهر في الآلام كثيرا يسمون القرآنيون والحقيقة الصريحة أنهم ليسوا بقرآنيين لأنهم لم يأخذوا بما في القرآن الكريم قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه فمن علمنا مناسك الحج ومن علمنا الصلاة ومن أنبأنا بعدد رقعات صلاة الظهر أو العصر ويزكيهم تسكية النفس أي تطهير النفس من كل شر والزيادة والنماء من كل خير فيجب أولا أن نطهر النفس من الشرك والكبر والغياء والحقد والحسد ثم بعد ذلك نملأها ونربيها بالتوحيد والإخلاص والتواضع وحب الخير للآخرين وخلونا ناخد مثال عن التسكية عشان نفهمه كويس لو عندنا كأس مصنوع من أجود أنواع الكريستال لكنه متسخ ثم وضعنا شرابا جميل الطعم فهل نستسيغ هذا الشراب في هذا الكأس المتسخ؟ بالطبع لا فماذا يجب علينا أن نفعل؟ أول خطوة لابد من تطهيره من الوسخ والدرن وبعد ذلك نملأه بالشراب اللذيذ الطعم فنستسيل طعمه وبالتالي يجب أن نطهر أنفسنا جيدا من الشرك والكبر والحسد والحقد ثم نملأها بالخيرات والبرقات والأخلاق الحميدة هل تعلم أطول قسم في القرآن الكريم؟ في سورة الشمس قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والفلاح أعظم من أي نجاح فيهم تحضر دلتك دلوقتي الفلاح يكون في إيه؟ في تسكية النفس وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فلا تتعجب أبدا من رعاة الغنم لما زكوا أنفسهم فقادوا الأمم وكيف نزكي أنفسنا بالمحاسبة دائما وحملها على الخيرات واتهامها بالتقصير وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه إذا خلى بنفسه قال عمر أمير المؤمنين بخن بخن والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو لا يعذبنك هل تعلم أبو ذر الجفاري رضي الله عنه أرضاه قبل الإسلام ماذا كان يعمل؟ كان قاطع للطريق ولما زك نفسه أصبح رجل لا يخشى في الله لوم تلائم وقال ابن الخيم الجوزي رحمه الله الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغلب ولا ينال يسوء والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة ودائما ما ياتي الحق سبحانه وتعالى بالعزيز الحكيم لأن الحق عز وجل وإن كان عزيزا فإنه يغلب بحكمته فتخير الله عز وجل من أسمائه الحسنى ما يتناسب مع الآية الكريمة فلما تكلم عن الحكمة أتى بإسم الله الحكيم دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم واستجاب الله عز وجل ليس في القرآن وحسب بل في التوراة أيضا حنلاق في سفر التكوين رقم 17 وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة وفي القرآن الكريم امتنى الله عز وجل على أمة الإسلام ثلاث مرات قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لاحظ معي أخي الكريم في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء الترتيب أولا التلاوة ثم تعلم الكتاب والحكمة وأخيرا التسكية أما في إجابة الله عز وجل فجاء بالتسكية قبل التعلم وكان الترتيب التلاوة أولا ثم التسكية ثانيا وأخيرا تعلم الكتاب والحكمة فما العلا في ذلك لأن دعوة سيدنا إبراهيم كانت في عنق التاريخ وقبل استجابة الدعوة بآلاف السنوات ولم يكن قد ظهر الضلال في ذريات إسماعيل عليه السلام فجاء الترتيب بالشكل ده التلاوة ثم التعلم ثم التسكية أما وقد ظهر بعد ذلك الضلال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته فكان لابد من الإتيان أولا بالتسكية قبل التعلم وده واضح جدا في حياتنا عندنا مثلا وزارة التربية والتعليم دائما تأتي التربية قبل التعليم فتنطلق النفوس الطيبة في رحاب الله لتنهل من كتاب الله وسنة رسول الله جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر